المريض اللي عنده مشكلة خاصة بي ضعف الجنسيين بيبعى عنده حالة أولاً من الإحساس بالخجل ثقافة بتاعت الشرقين كده وممكن مايروحش يكشف عشان عنده الإحساس ده بعض الناس أحياناً بيكون عنده أعراض شيدة جداً أعراض بس زي ضعف مثلاً البول ضعيف بيقطع حرقان شريد في البول فطبعاً هو ما بيقدرش إنه هو يقيم علاقة جنسية سليمة إيه معنى كلمة فقدان أو ضعف رغبة جنسية؟ غيب الرغبة الجنسية من الحاجات اللي هي ممكن تأثر على الزوج والزوجة يعني ده بيسمرض بيسيب الرجل وبيسيب الست الاتنين أسباب ضعف الرغبة الجنسية أسباب كتيرة جداً حالك عارف طبعاً دايماً بنقسمها لحاجتين حاجة أسمها أسباب نفسية وأسباب عضوية معظم الناس طبعاً عند سن الخمسة واربعين سنة أو الخمسين سنة بيحصل تدخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول وبالتالي المريض بيبدأ يشتكي يعني الأول عارفين يعني ضعف انتصاب فهو ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على حلوس الانتصاب يعني واحد ممكن ييجي إنه هو ما عندهش انتصاب خالص ممكن واحد ييجي يقول والله لما يجي قرب للزوجة ما يبقاش في انتصاب طالما تفقد القوة والصلابة ده معناه عنده ضعف انتصاب فيه شباب كتير بيشتك من صغر حجم العضو الزاكري أو بمشكلة تبقى هاجز في دماغهم هو طبعاً ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العيادة ناس كتير جداً يمكن أكتر رسائل بتجينا على الصفحة عندنا على الفيسبوك وأكتر رسائل بتجينا على الواتس والويب سايل بتاعنا هو تجبير العضو الزاكري هل الضعف الجنسي الحديث فيه في المجتمع المصري والشرقي يتم بشكل كافي؟ لا ده الهرمون الزكورة ده بيحافظ على معدل ضخ الدم للعضو الزاكري بيحافظ على النشوة بيحافظ على القصف بيحافظ على الإحساس نفسه بتاع العضو الزاكري موضوع صرارة القصف من المشاكل الشائكة جداً ومن أكثر الاضطرابات الجنسية شيوعاً وده بسبب الحرك المفروض إن الدم بيسري من الخصية في اتجاه القلب في اتجاه واحد بس علمياً بقى إن لو طفل عنده تباول الأراضي ممكن يكون عنده تاريخ عائلي أو تاريخ مرضي أو العيلة أو والد أو الوالدة عنده تباول الأراضي 90% من الناس يعملوا كله كله مش حاجة واحدة منه تدخين وقهوة وأكل سريع وفاست فود ووزن الزيادة ونمء ليل وأفلام غلط على النهاية الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلا والمسالك البولية والتناسلية استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية طب جامعة الأزهر عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر لأن البروستاتا مرتبطة بالجهاز التناسولي بعض الرجال بيعتبر الحديث عن مشاكلها أمر محرج لأنها بالنسبة لهم مرتبطة بالرجولة وهنا بتكمن الخطورة لأن تأخير وإهمال علاج تضخم البروستاتا خطير جدا نسبة إصابة الرجال بتضخم البروستاتا بترتفع مع تقدم العمر بعد سن الثلاثين واحد من كل اتناشر رجل يصاب بتضخم البروستاتا في سن الثلاثين للأربعين ما بين سن الخمسين للستين النسبة بتوصل لخمسين في المية وبتتخطاها لتمانين في المية بعد سن الثمانين الوقاية من الإصابة بتضخم البروستاتا أمر غير محسوم لأن الأسباب لا تزال غير معروفة إلا أن الكشف المبكر يضاعف فرص الشفاء أهلا بكم البروستاتا قصة مسيرة للغاية تضخم البروستاتا اللي هو أعراض عايزكم تركزوا فيها لأنها أعراض تلخبط ولأنه كبير السن يعني ممكن قوي يتلخبط فيه أعراض البروستاتا لأنها مرض تاني والخصص اللي هو أخير عنده السكر والأعراض الشبه قريبة يعني مثلاً في حاجة لازم ياخد باله منها قوي اللي عنده تضخم البروستاتا أنه هيلحظ أنه خروج البول عنده في ضعف حاجات تانية المهمة أنه فيه عنده حاجات كل شوية يصحى من النوم عنده لغبة في التبول عدد مرات الزهاب للحمام كثيرة بالليل بداية التبول نفسه فيه مشكلة فيه صعوبة في بداية التبول فجأة لازم يلوح لحمام دلوقتي وممكن النقط بول تسبقه برضو الحاجة المهمة جداً أنه مش مرتاح أنه حسس أنه فرغ تماماً كمية البول وآخر معلومة أو آخر عرض يعني أن فيه نقط بول ممكن نلاقيها بتضايقه ده ممكن نخليه على فكرة يتوضى ويرجع توضى تاني يتوضى تالت يتوضى رابع لأنه كل شوية نقط البول ودي على فكرة من الحاجات اللي بداية ناس كتير قوي تعالوا بقى نفهم المرسطات النهاردة ونتشوف إيه أحدث الأساليب وخصوصاً أن الجراح توارد كتير أو تراجعت كتير جداً ونتيجة تدخل أشياء حديثة جداً وأساليب وتقنيات حديثة جداً في عالم المرسطات ضيف العزيز اللي بسعد جداً بزيارته لنا طبعاً وبيسعيدني دايماً بحواره العلمي اللي من التراز الرفيع الأكاديمي الرائع وطبعاً الإسم القدير في هذا المجال أستاذ الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلة والمسالك البولية والتناسولية استشاري أمراض الزكورة والعقم والضعف الجنسي ألي أستاذ بكلية طب جامعة الأزهر عضو الجامعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية اللي جراحين المسالك البولية وأمراض الزكورة لإسم المتميز فإذا ما قال أهلاً بيك دكتور أهلاً بترعيم منورني أبراً خليك البرستاطا أول كلمة لازم نفهمها بس للناس إيه المقصود بالبرستاطا مكانها إيه مشكلة إنها يعني آآ آآ يعني يحصل فيها حاجة موقعها ليه بهذه الدرجة من الحيوية آآ طبعاً البرستاطا غضة مهمة جداً آآ في نسب الإنسان آآ هي غضة زكريا مش موجودة في الإنس بيبقى حجمها حوالي من خمستاشر آآ لعشرين جرام هي يعني حجمها كده قد حبة اللوز كده بقشرتها هي موجودة أسفل قاعدة المسانة وبتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول بتبقى موجودة آآ خلف عظمة العانة قدام المستقيم آآ زي ما قلت حضرتك هي بتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول فيها جزء اين؟ الجزء خارجي زي زي الكابسولة كده زي البرتقانة بالظبط البرتقانة الخارجية فيها إشرة والجزء الداخلي عبارة عن غدد يبقى فيها جزء غددي اللي هو الجزء الداخلي والجزء الخارجي اللي هو الجزء اللي في عضلي آآ الحقيقة هي لها وظيفة آآ أو لها وظيفتين الوظيفة الأولى هو وظيفة إفرازية بتفرز المواد المغزية للحيانات المنوية وبتساعد آآ في حركة الحيانات المنوية لأنها توصل للبوايد آآ الوظيفة الثانية هي وظيفة ميكانيكية لأنها طبعا بتساعد في ضخ البول بتساعد في القصف السائل المنوى الحقيقة البروستاطا لما بتكبر بيحصل منها مشاكل لان الجزء الخيري ده لما بيزيد بيضغط على مجرى البول وبالتالي بيؤدي الاعراض هي طبعا من الجزء اللي هو الغامض شوية لان بيحط حواليها كتير او من الشائعات انها بتكون مرتبطة بالحالة الجنسية الناس كتير بتعتقد ان هو المصدر الزكورة في الجسم او هي المصدر الحيوي للرجولة عند الراجل لكن الحقيقة هي غير كده خالص فهي طبعا بتشكل جزء حيوي وطبعا بفضل موقحها برضو ان هي اخر جزء في الجهاز البولي وبالتالي اي اعراض بتحصل فممكن بتأثر على المسانة تأثر على الكلا فالبروستاطا طبعا من الغدل المهمة جدا حقيقة ايه الامراض اللي بتصيبها؟ هيا فيها امراض كتيرة جدا بتصيب البروستاطا لكن اشهر هذه الامراض بيبقى اول حاجة اللي هو احتقان البروستاطا او التهاب البروستاطا الحاجة التانية اللي هو تضخم البروستاطا الحاجة التالتة اللي هو سرطان البروستاطا اه احتقان البروستاطا او التهاب البروستاطا ده بنسمي يعني فيه منه حاجتين ممكن يكون التهاب حد وممكن يكون التهاب مزمن التهاب الحد ده بيبقى عبارة عن التهاب ممكن يكون بكتيري المريض بيحس بحرام في البول دخول الحمام كل شوية ممكن من صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة الام بيبقى اسفل لعانة الام بتسمع في العضو الزاكري هو طبعا بيبقى علاجه وسهل وبسيط لان هو علاجه كله بيبقى مضادات حيوية هو بيساعد بيقلل الرغبة الجنسية في بعض الناس بيؤدي الى سرعة القصر الالتهاب اللي هو الكرونيك بقى اللي هو الالتهاب المزمن ده بيبقى صعب شوية لان المريض طبعا بيجي له اتاكس كل شوية بيجي له حرام في البول بدخل حمام كل شوية اندفاع البول ضعيف تقطع في البول احيانا بيبقى فيه الام بتسمع في العضو الزاكري الام ما بين فتحة الشرج والخصيتين الام بتسمع في الشرج المريض قد يصاب بقصف مدمم قد يصاب بحرام في البول او دم في البول عبو الوحيد طبعا انه هوا المريض طبعا ما بيتحسنش بسرعة و بالتالي حين بفاهم المريض طبيعية اللي عنده و بالتالي بتلاقي معظم المرضى بيلفها الى كاتر بيخرج مددك و ت Athens يروح لدكتور تاني لانه هو ما بيتحسنش لكن احنا لما بيمفهم المريض ويمفهم طبيعة اللي عنده وان العلاق هيطول شوية احنا بيمتدل ثلاث شهور فده طبعا من المشاكل الكبيرة جدا المشكلة الثالثة طبعا هو تضخم البروستاتا وطبعا زي ما قلت حضرتك برضو ان ده حاجة مشكلة بتحصل مع السن بيحصل تضخم في البروستاتا وبتقفل على مجرى البول وبالتالي المريض بيصاب بالاعراض ايه مشاكل او مخاطر ومضاعفات ان البروستاتا تضخم طبعا هو البروستاتا زي ما حاجة تفضلت كده وقلت في الاول الاعراض بتاعت البروستاتا اعراض طبعا كتيرة جدا اول حاجة ممكن يكون المريض جاي باعراض حاجة اسمها تهيك في المسانة وممكن تكون اعراض انسدادية اعراض تهيك في المسانة المريض ممكن زي ما حاجة قلت برضو انه بيدخل حمام كتير بزاد بيزيد بالليل تلاقي المريض ما بيلحقش ينام بيقول يا دكتور انا زابط المنبيه اصحب الليل كل شوية داخل الحمام خارج من الحمام حاس ان هو ما فرغش المسانة كويس احيانا البول برضو بيجي له زنقة او رغبة ملحة في البول ممكن ما يلحقش نفسه البول يفلت منه ممكن المريض يجي باعراض انسدادية كلمة انسدادية يعني عنده سدد في البول يعني حاجة سدد المجرب بتاع البول وبالتالي المريض بدأ يشتكي ممكن يجي له ان هو اول ما يبدأ يدخل من الحمام ممكن يتحايل على البول يحزق اجامل عشان البول ينزل ولما ينزل ينزل متقطع ممكن ان دفاع البول يكون ضعيف ساعات المريض يقول ان المريض بينزل البول بينزل المتشعب بينزل خطين ممكن بعد ما بيخلص حمام حاس ان هو ما فرغش المسانة كويس او فيه نقطة بعد ما بيخلص نقطتين تلاتة كده بينزلوا طبعا دي بيضايقوا علشان الصلاة ودي بتبقى اكتر الحاجات اللي هي بتبقى مزمنة وبيضايق المريض مريض تاني ممكن ان هو رايح مشوار ولا حاجة يأجل المشوار بسبب البروستاطة بسبب ان هو عايز يدخل حمام بعض المرضى ما يشربش مية يقول لك انا مش هشرب مية عشان ما يدخلش الحمام طبعا دي من الاعراض الكبيرة جدا طبعا الاعراض دي لو يتثابت بيبقى لها مخاطر كبيرة جدا اولها ان المريض ممكن يجيله التهاب مزمن يعني ده كل شوية لاقي التهاب في البول صديد في البول طبعا هو بفرغش المسانة كويس فبالتالي في كمية بول بتنزل في كمية تانية ما بتنزلش كمية بتنزلش دي بيبقى عرضة لتكوين الحصوات عرضة للتهابات المسانة نفسها دخل مسانة على مجرى البول المسانة نفسها بتضعف مع الوقت وبيحصل في جيوب في المسانة الجيوب دي برضو عرضة البكتيريا عرضة للتهابات عرضة برضو لتكوين الحصوات احيانا المسانة بتصاب بضعف والضعف ده ممكن يعمل ارتجاع البول إن الصمام ربنا خلق البول بيمشي في اتجاه واحد من الكلة للمسانة لما بيحصل ضعف الصمام ده بيفوت يبدأ الميا نفسها ترجع على الكلة وبالتالي المريض ممكن ييجي بيرتجاع ميا على الكلتين ممكن ييجي بفشل كلو بعض الناس ممكن يصاب بثلاث بولي يعني المريض لو تساب فترة طويلة جدا ساعات لما بيجي له احتباس مزمن المسانة بدأ تضعف بدأ الإحساس يقل بدأ كمية البول هو بينزل شوية والباقي بيستنى جوه نلاقي المسانة مليانة مشكلة الموضوع ده إن المريض ممكن يقلب بثلاث بول وبيزاد بالليل يقول يا دكتور أنا منام بالليل يلاقي أصبح الصبح لأي نفسي متبول أو في ميا فبعض الناس بتشخصه عنه هو تبول لا إرادي لكن مشكلته كلها إنه هو المسانة نفسها بدأت تضعف بدأ كمية الميا تزيد بدأ الاصمام نفسه يفوت بول وده بنسميه يعني سلاث بولي أو بنسميه سلاث بولي بالعربي سلاث بولي طفل وده طبعا بتبقى من المشاكل الكبيرة جدا حتى علاجها بيبقى صعب شوية المريض جاء بكل الأعراض وكل المشكلات دي عايز شخص حالته يعني أنا عندي أحل أنا عندي ضبخهم برساطة ولعندي مسلا مسانة متهيجة الحقيقة هو يعني التشخيص بيبقى مهم قوي لإنه إحنا بكي إحنا عندنا في عادتنا كلنا معظم دكاترة المسالك بيبقى عندهم شيط كده في العيادة ده بيعتمد أو بنعتمد عليها في التاريخ المرضي إن إحنا بنقيم الأعراض بتاعة المريض حاجة اسمها IPS score ده بيبقى ده score كده عملته الجامعية الأمريكية سنة تقريبا 92 بتقييم لأعراض المسانة سواء كانت تهيك في المسانة أو أعراض إنسادية إحنا هما الأعراض دول حوالي 7 أعراض بنيدي كل أعراض من دول من 0 إلى 5 كل ما بيقل يعني بيوصل لل 0 يعني هما ما عندهوش أعراض كل ما بيزيد معناها الأعراض أعراض سفير أعراض جامدة جدا وبالتالي المريض ممكن يعني منقيم السفيرتي بزيادة السكور بتاعه فيه عراض تاني اللي هو quality of life نبدأ نقول بقى في الآخر هو قادر يكمل كده ألا مش قادر نبدأ ندي السكور من 0 إلى 7 ده أعراض بسيطة وما فيهاش أي مشاكل ممكن بنمشيه حاجة اسمها يعني بنحطه تحت المرأبة أو تحت الملاحظة وبنفهمه الحاجات اللي هي ممكن يبعد عنها أو الحاجات اللي هي ممكن تؤدي إلى زيادة أعراض البرستات التقييم التاني بيبقى من 8 إلى 11 ده بيبقى متوسط ده ممكن يمشي علاج دوائي وما فيش منه مشكلة من 20 إلى 35 ده أعراض كبيرة جدا والأعراض الكبيرة دي في الغالب ممكن نبدأ معاه بعلاج لو ما بيستجبش العلاج ممكن ندخل في مرحلة العمليات أنا عايز بقى أركز على تضخم البرستاتة الحميد هو الحميد يعني مش كنصر صح؟ تمام مزبوط سينايل اسمها سينايل الحقيقة هو تضخم البرستاتة دوت يعني ملوش سبب واضح هو بيحصل حاجة بتحصل مع السن زي الشعر لا بيض كده بيبدأ الإنسان كل ما بيكبر كل البرستاتة حجمها ما بيزيد الحقيقة ما فيش سبب واضح لتضخم البرستاتة كلها نظريات ولما بنقول نظريات يعني ما فيش سبب واضح أو سبب قاطع يقول إن فيه سبب واضح لتضخم البرستاتة حقيقة أسباب كتيرة جدا منها بعض الناس قالت إنه ممكن يكون تكاثر في الخلايا بعض الناس قالت إنه ممكن يكون التهاب بكتيري أو التهاب فيروسي أو التهاب متكرر في البرستاتة قد يؤدي إلى تضخم البرستاتة أحيانا بعض الناس اللي عندهم تاريخ مرضي يعني بعض الناس اللي عندهم في العيلة والده حد قريبه كان يعني عنده مشكلة في تضخم البرستاتة قد يصاب بتضخم البرستاتة النظرية الحقيقة اللي هي المقبولة شوية اللي هي نظرية الخلل الهرموني يعني لو فيه اضطرابات في الهرمونات هرمون الزكورة قد يؤدي الى تضخم البروستاتي. العلاجات في دوائية في علاجات راحية وفي علاجات حديثة. مزبوط. هو طبعا الفترة اللي فاتت دي حصل طفرة كبيرة جدا في الادوية. احنا دي ما بنبدأ بالادوية سواء يعني حسب الاعراض. زي ما احنا قلنا حاطك بنقيم الاعراض اللي موجودة دي في التشخيص. آآ الادوية بتاعتمد طبعا على يعني الاعراض بسيطة بقعنا زي ما حاطة ما ممنمه مشي يعني تحت المرعبة. آآ الحاجة الثانية بندي ادوية. الادوية دي طبعا هصل فيها طفرة بنها حاجة الالفا بلوكرز. دي كان بتشتغل طبعا على البروستاتة وبتشتغل على الشراين. حاليا دلوقات حصل طفرة بقيت بتشغل على على البروستاتة بس. بعجية حاجة طبعا دي حاجة آآ طفرة كبيرة جدا ان الادوية المريض كان بيشتكل اول ضغط واطي في عميقه بتشغل على فطبعاً دي عاملت طافرة كبيرة جداً في مجال الإعلاج الحاجة التانية بنضيف بعض الأدوية هي أدوية الألفابلوكر بتشغل على المستقبلات اللي موجودة في البروستات مغلقات مستقبلات ألف بالضبط الحاجة التانية بتشغل على الهرمون الزكورة دي مجموعة بتشغل هرمون الزكورة وبتقلل تحويل هرمون الزكورة إلى الأكتف إلى المادة النشطة بتاعتها وبالتالي بتقلل حجم البروستات دي الأدوية عموما أحيانا بنضيف بعض الأدوية في بعض الناس بيكون عندهم تهيك في المسانة زي دخول حمام كتير هو مش قادر يستحمل زنية البول أحيانا بنضيف بعض الأدوية اللي هي بتقلل نشاط المسانة بس طبعا دي بتبقى بحضر شوية لأن المريض ده بيبقى يعني أي حاجة ممكن تزود العرض أو تعرض للبرد أو تعرض للأدوية دي ممكن يدخله في احتفاس بول وبالتالي احنا بنضيها بحضر فعشان كده استشارة الطبيب في الجزئية دي بيكون مهم جدا ثم جاء السليب الأحزز زي التبخير الحياة هو فيه السليب كتيرة جدا طبعا وهي كلها موجودة مازالت موجودة حاليا إلى الآن منها الطرق الجراحية المنزار الليزر التبخير طبعا الطرق الجراحية مازالت موجودة بس طبعا هي كان لها مشاكل شوية الطرق الجراحية إن احنا المريض بيتعرض طبعا كانت البروسطات لما تكون زغيرة حوالي 80 جرام بيقول ده بيعمل منزار البروسطات لما تكون كبيرة فيه 80 بنبدأ نعملها بطرق جراحية الفكرة الجراحة إن احنا بنعمل يعني بنعمل بشير للغدة أو بشير الجزء المتضخم من البروسطات مشكلة إن هي كانت عملية احنا بنعملها بس يعني بنفس للغدة أو بنفس الجزء المتضخم من الكابسولة بتاعتها احنا بنفس شايفين فيها جزء كده بيتشال بلايندلي يعني بنشيرها كده وأنا مش شايف قابلية النزيف فيها طبعا بتكون عالية جدا المريض بابعا محضر له دم قبلها طبعا دي كانت من ضمن المشاكل المنزار طبعا جي بعد كده المنزار برضو من الطرق كويسة ومازال برضو موجود إلى الآن هو مشكلة الوحيدة إن احنا بنستعمل ماء معاقيم أو ماء معاقم الماء دوت المية دي ممكن ساعة ما بتشير البروسطاتة بالمنزار بيحصل يعني بيحصل امتصاص للمية وبالتالي بيبقى أنا بيكون حازر جدا وأنا بيشتغل بالمنزار لأن المية دي قد ممكن يحصل لها امتصاص وبالتالي بتخش على الدم فبيحصل تخفيف للمعادن الموجودة في الدم فبيدخل في حاجة اسمها أو بيحصل أو المية نفسها لما بتزيد ممكن تحصل حاجة اسمها أو زيادة المية في المخ دلوقتي حاليا حصل طفرة دلوقتي في مجال التبخير دي حاجة اسمها طاقة البلازمة الطاقة دي بتعمل على تبخير البروسطاتم بتخلىها زي الرزاس كده فكرة البلازمة طبعا دي بتشتغل في محلول ملح محلول ملح دوت حاجة زي المحلول الفيسيولوجي محلول الفيسيولوجي بتاع الجسم فبالتالي ما فيش منه خطورة خالص احنا زمان كنا بنخاف من وقت العملية في المنزار انا عيني على المونتور وانا شغال بحس بوقت العملية من اول مبدأ لو في اي اوردة اي حاجة فيه نزيف او حاجة بيبدأ قفلها بسرعة عشان ما يحصلش متصاصل الماء دلوقتي التبخيرace دلوقتي قابلية النزيف قليلة جدا الفيجين بتاعه او الصورة او بيبقى واضح هو في ميزة كبيرة جدا هو بيجمع الطرو الجراحية بيجمع ميزة المنزار بيجمع ميزة الليزر وبقال لتكلفة فبالتالي هو بنستعمله في المريض اللي هو عنده قابلية التجلطات عالية المريض اللي عنده سيولة الدم عالية جدا المريض اللي عامل قلب مفتوح او المريض اللي هو ماشي على دويت سيولة فبالتالي إن هو بيقفل الأوردة وبيقفل الشريم وبعد تبخير في ميزة كبيرة جدا إن هو ممكن أنا استعمله في الاتنين إن أنا أعمل تبخير وفي نفس الوقت بأعمل استقصال وبنطبقه أحيانا برضو على حجام كبيرة لأن دلوقتي شفنا بأننا بنشوف أحجام كبيرة في البرستاتة طبعا مع التقدم في السن ومع العلاج الدوائي فمتوسط أعمار الناس بقايزيت والعلاج الدوائي برضو بقايزنا نشوف حجم برستاتة كبيرة جدا فبالتالي دلوقتي التبخير حل المشكلة دي وطبعا بيختلف طبعا أو بيعتمد جزء كبير جدا على خبرة الجراح يعني فيه ناس تقول لنا نحن بتشير الجزء المتضخم في البرستاتة هو بيقوي ناس في المنظار لأ نحن بتشير الجزء المتضخم بس شوية لأي ناس بعد فترة لقيتنا البرستاتة رجعت له تاني بعد ست وشهور أو بعد سنة الحقيقة هو الموضوع بيختلف من خبرة الجراح لأنه ده ليه عامل كبير جدا في التكنيك في الشغل نفسه في المهارة فبالتالي هو بالحقيقة يعني هو ماجيك حاجة سحر دلوقتي الحقيقة عملت طفرة كبيرة جدا ها قف قدام نقطة مهمة قوي قوي عملية البرستاتة فيه ناس تعتقد أنها تؤثر على الانصاب فيه ناس ببعندها البرستاتة وبتعاني من أعراضها مش عايزة تعمل أي نوع من التدخلات مش عايزة خايفة على الانصاب أو سمعت معلومة لا يا عم بدي بتعمل ضعف جنسي هو الحقيقة طبعا هو عنده حق طبعا اللي بيفكر في الموضوع ده طبعا لكن هو فكرة الارتباط البرستاتة بالضعف الجنسي كان بسبب الأعراض يعني قبل العملية بيكون بسبب الأعراض هو رجل عنده حرام في البول اندفاع البول ضعيف عنده قلم مش قادر يستحمل فبالتالي مش هيفكر في الجنس فبالتالي ده بيبقى هو أصلا عنده بيصاب بالضعف الجنسي والغالب بيبقى نفسه هي أن بعض الناس بعد العمليات بتاعة البرستاتة وخصوصا التبخير بيحصل تحسن كبير جدا بنلاقي حوالي 30% من الناس بدأت تتحسن لأنه خلاص مشكلته بدأت تتحسن مشكلة البول بدأت تبقى كويسة احنا كنا زمان بنخاف من هو حاجة أو في بعض الستادز أو بعض الدراسات بتقول أنه حاجة اسمها السيرمال إفكت وتأثير الحراري أو تأثير الكهرباء على أنه كان فيه عصب بيبقى ماشي وراء البرستاتة ده بيتأثر شوية فبالتالي بيصاب بالضعف الجنسي الحقيقة هي كلها دراسات لسه ما فيش حاجة قاطعة بتقول أنه هو بيأثر لكن هو أثبت دلوقتي حاليا التبخير من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تأثيرها بيكون قليل جدا هو ممكن يبقى فيه تأثير على القصف شوية لكن تأثير على الانتصاب في الغالب بيبقى قليل يمكن حاليا دلوقتي كمان بعض الناس بدأت تعمل تكنيج جديد اللي هو بيحافظ على القصف بيسيب جزء معين اللي هو جنب الجزء اللي بيخرج منه السائل المنوي وبالتالي ده بيقلل موضوع ارتجاع القصف ارتجاع القصف المريض ممكن يصاب قصف مرتجع بعد العملية دي أشهر حاجة فبالتالي يقول ما فيش قصف أساسا حاليا دلوقتي فيه بعض التكنيج أو موديفكيشن شوية على الحاجة دي فبدأ القصف نفسه بدأ يتحسن فيه عجالة بقى هل يمكن الوقاية من تدخل بلصات حاليا؟ الحقيقة هو ممكن طبعا بس فيه بعض النصايح طبعا بنقولها خصوصا بقى هو فيه نصايح للشباب وفيه نصايح لكبار السن النصايح للشباب طبعا هو إنسان اللي بتعرض لإصالات جنسية كتير ممارسة العادة السرية الناس اللي بتعرض للبرد فترات طويلة بعض الناس بقى شرب المياه الغازية الإمساك المزمن طبعا نبعد عن حاجات دي خالص الناس اللي هو بتعرض لإحتقانات شديدة الناس اللي بتحاول إساعة الممارسة المسارسة الجماعة أو حاجة فبيأجل موضوع القصف قد يصاب طبعا بإحتقان البروستات أو التهاب البروستات الناس اللي كبار السن إحنا بننصح طبعا بإن إحنا نعمل كشف دوري على البروستات أو كشف يعني في الغالب فوق الـ 45 سنة الناس اللي عندهم تاريخ مرضي الناس اللي عندهم فوق الـ 50 سنة برضو بنحاول إن إحنا نعمل تحليل الـ PSA تحليل دلالات أورام البروستات ده حاجة معينة بتكشف أو لما بتزيد بنشك إن يكون فيه مشاكل في البروستات الأشعة الموجات الصوتية طبعا دي بيدينا دلالة جدا على الكمية البول بعد التبول حجم البروستاتة الكلة هل في مشاكل أو في مضاعفات ولا ما فيش طبعا برضو بنحاول إن إحنا ما نخلطش بعض الأمراض وبعضها لأن الناس كتير بتعتقد زي ما حقا قلت في الأول كده وبيدخل حمام بيفكر إن هو عنده سكر بعض الناس يقول لك ده أملاح فطبعا خلط بين الأمراض وبعضها أو الأعراض وبعضها ده بيبقى مشكلة كبيرة جدا كمان ناس مهم أوي إنها تعمل لو خصوصا لو فيه تاريخ مرض بسرطان البروستات طبعا مهم جدا ده مهم جدا جدا نقول له قصة تانية هنتكلم عليه لكن البروستاتة تبقى من المواضيع الخطيرة جدا جدا وما فيش خلط أرجوك وما تخلصوش بنت رخم بروستاتة الحميد وبنت سرطان بروستاتة لدي قصة تانية خالص ضيف العزيز الاسم المتميز والصاحب المقدرة الألمية المتميزة دكتور صلاح زيدان أستاذ جراحات الكيلة والمسالك البولية والتنسلية السشاري أمراض الزكورة والعقم والضعف الجنسي بكل الطب جماعة الأزهر عضو جماعي الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية الجراحي المسالك البولية وأمراض الزكورة النواطيني شكرا جراحة خليكوا دايما معنا سهلا